سحب كثيفة سفلة ستنتشر بنسبة للمدن الساحلية مع هبوب رياح قوية نسبيا ستكون في الموعد نشاط رادي مرفوق بعمطار فيما يخص المرتفعات الداخلية الوسطى وحتى الغربية لكن خلايا رادي منعزلة ستنشط فيما يخص المرتفعات الداخلية الشرقية أقصى الجنوب الجزائري ومرتفعات الهوغار والتاسي درجات الحرارة القصوى تتعدى 31 بالسواحي 30 درجة بالمناطق الداخلية 44 درجة بأقصى الجنوب و40 درجة بشمال السحراء يومي الأربعة وحتى الخميث إذن عودة للمطار وخاصة بالمناطق الغربية والمناطق التي تقع شرق العاصمة مع هبوب رياح قوية نسبيا فيما يخص المدن الساحلية خلايا رادي منعزلة ستنشط على المرتفعات الداخلية الشرقية مرفق بأمطار فيما يخص شمال السحراء منطقة الوحات خلايا رادي منعزلة بأقصى الجنوب ومرتفعات الهوغار والتاسيلي وسيكون في استقرار تام لدرجات الحرارة القصوى